ويكي بودكاست سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكي ميديا أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلاً ومرحباً بكم معنا في الحلقة الأولى من الموسم الثاني للويكي بودكاست البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية شكراً لكم مستمعين الأوفياء على حسن استماع لنا طيلة الموسم الأول وشكراً لكم على رسائلكم الجميلة ودعمكم لنا ولا يفوتني أن أشكر ضيوفنا الأعزاء على قبولهم دعواتنا والمشاركة في البرنامج أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية أنا لبناء أيت أمس عدوة بمجموعة مستخدمي ويكيبيديا المغرب في حلقة اليوم سنتحدث عن دعم ويكيبيديا العربية للقضية الفلسطينية من خلال حوار مع السيدة ميرفت سلمان محرذة بويكيبيديا العربية والسيد فارح جاك مستكلم محرر بويكيبيديا العربية أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفاي قبل البدء في الحلقة دعوني أرحب أولاً بضيفتي السيدة ميرفت سلمان سيدة ميرفت أهلاً بك أهلاً أستاذة لبناء شكراً لدعوتكم يصرني أن أكون ضيفتكم الأولى في الموسم الجديد من ويكيبيودكاست أهلاً بك سيدة ميرفت وشكراً على قبولك الدعوة والآن سأرحب بالسيد فارح جاك مستكلم أهلاً ومرحباً بك معنا في البودكاست اليوم شكراً لك أخطلبنا وأنا يشرفني أن أكون معكم اليوم برفقة زميلة ميرفت وأتمنى أن يكون حواراً ممتعاً أهلاً بك سيد فارح هنا هل يمكنك أن تحدثنا قليلاً عن تجربتك؟ أنا محرر في ويكيبيديا العربية والإنجليزية منذ ما يزيد عن 18 سنة عندما بدأت كانت ويكيبيديا ما زالت في بداياتها ولكنها كانت تستهويني وثم اكتشفت أنه بإمكان أي شخص التعديل على المقالات وإضافة معلومات فسجلت حساباً أنشأت حساباً وابتدأت بعمل تعديلات طفيفة واستمررت في هذا التحرير مدة 18 سنة مع انقطاعات وعودات ثم في عام 2015 أنشأت مع زملائي ميرفت وبعض الزملاء الآخرين في منطقة بلاد الشام أنشأنا مجموعة مستخدمي بلاد الشام التي تعنى بمشاريع ويكيبيديا في منطقة بلاد الشام في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وأنا ما زلت محرراً متواضعاً هذا تقريباً هذه هي خبرة مع ويكيبيديا حتى الآن 18 من التطوع والعمل على نشر المعلومات شكراً لك سيد فرح الآن سيدة ميرفت هل يمكنك أيضاً أن تحدثينا عن تجربتك في ويكيبيديا؟ طبعاً شكراً لكم مرة أخرى أنا أنشأت حساباً في ويكيبيديا عام 2012 يعني لازلت محررة بالعربية طبعاً بالدرجة الأولى وباللغة الإنجليزية أيضاً على نحو المستمر لم أنقطع ولا يوم أيضاً أنا إدارية للمحتوى العربي وبيروقراط أعمل على صيانة المحتوى ومتابعته والتدقيق وما إلى ذلك هذه المهام اليومية التي أقوم بها طبعاً وعن طيبة خاطر كما تفضل الزميل فرح أنا عضو مؤسس لمجموعة ويكيبيديا بلاد الشام 2015 وأنا وفرح الآن أعضاء الهيئة الإدارية للمجموعة منذ أكثر من سنتين نعمل على دعم المشاريع التي تعنى بتطوير المحتوى العربي بمختلف قطاعات ومختلف أنواع المعارف أدير المشاريع على الأرض يعني وجاهياً وأونلاين ناشطة في المجتمع الوكيبيدي العربي وفي المجتمع الوكيبيدي العالمي مجالات اهتمامي في الموصوع العربي مختلفة ومتنوعة تتنوع يعني ما بين ترجمة المحتوى وإنشاء المحتوى كمقالات جديدة أيضاً في وكيبيانات لنشاط وكنت قديماً ناشطة بعض الشيء في وكي كومونز أرفع صور من إنتاجي وهذا النوع من التوثيق هذا ما يمكنني أن أفيدكم به كمقدمة عني شكراً شكراً لك سيدة ميرفت وشكراً على تطوعك وعلى حيويتك في ويكيبيديا بصفة عامة هنا سيد فرح أود أن أسألك عن كيف تجدوا المحتوى الويكيبيدي العربي في الواقع المحتوى الويكيبيدي العربي يعني بتطور مستمر وكان يعني ويكيبيديا العربية أسست تأسست في عام 2003 ومنذ نشأتها وهي في تطور مستمر والمحتوى العربي بداية كان كان ضعيفاً على الإنترنت بشكل عام وما يزال يعني المحتوى العربي ليس ب ليس بقوة المحتويات باللغات الأخرى ولكن لاحظت أن في الفترة الأخيرة هناك اهتمام أكبر بين بين مستخدمي الإنترنت بالكتابة حتى في اللغة العربية وبإضافة محتوى باللغة العربية وهذا انعكس إيجابياً على ويكيبيديا العربية بالإضافة إلى مساهمة الألاف من المتطوعين يعني بعض منهم مثل زميلة ميرفت لم يغيبوا عن ويكيبيديا يوماً واحداً فكل الشكر لهؤلاء المحررين والمتطوعين وبرأيي المحتوى العربي على ويكيبيديا هو من من أفضل من أفضل المحتويات الموجودة باللغات الأخرى طبعاً الإنجليزية تفوق تفوقها عدداً بشكل ملحوظ ولكن بالنسبة لللغات الأخرى فالعربية هي واحدة من أعلى عشرين عشرين موسوعة من حيث عدد المقالات ومن أفضل الموسوعات من حيث العمق يعني كل الشكر موصول لكل متطوع أضافة فاصلة أو حرفاً في ويكيبيديا فكل هذه الجهود أعطتنا ما نحن عليه ولكن بالوقت ذاته ويكيبيديا العربية ما زالت تفتقر للكثير من المواضيع ونأمل أن تستمر بالازدهار والتطور من حيث الكم والنوع هنا أود أن أسألكم عن كيف تسهم ويكيبيديا العربية في دعم فلسطين ونشر المعلومات المتعلقة بها أجيب عن هذا السؤال منذ بداياتها منذ أن نشأت ويكيبيديا العربية حرص المحررون العرب على توثيق المعلومات المتعلقة بفلسطين طبعاً أنا لا أتحدث أو لا أقصر إجابتي على المحررون من فلسطين أو من المشرق العربي يشمل ذلك أيضاً المحررون في المغترب في شمال أفريقيا حرص الجميع على العناية بالمحتوى الفلسطيني سواء كان تاريخي جغرافي توثيق سير الشخصيات المهمة وتوثيق التراث وغير ذلك ربما يكون سبب ذلك عوامل متعددة أولاً توثيق المحتوى الفلسطيني جاء جنباً إلى جنب مع توثيق المحتوى المتعلق بالدول الأخرى كلهم حسب نشاطه يعني مثلاً محررون الأردن حرصوا على توثيق كل ما يتعلق بالأردن وهكذا أيضاً يشعر المحررون العرب بنوع من المسئولية اتجاه المحتوى الفلسطيني خصوصاً في ظل السعي الصهيوني لتمس الهوية العربية الفلسطينية سواء كان ذلك عن طريق تهويد المدن، تهويد القرى، تهجير، سرقة التراث وهذه الأمور كلها معروفة من مسئوليتنا نحن كمحررون توثيق كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية حفاظاً عليها من الاندتار مع الوقت لأنه من جيل إلى جيل تضمحل المعلومات تختفي المصادر، تختفي المعرفة لذلك من واجبنا أن نحرص دائماً على توثيق كل ما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني مدعماً بالمصادر والمراجع التي نعتقد أنها صحيحة من وجهة نظرنا إحنا كأشخاص حريصون على الرواية الفلسطينية أطلقت مبادرات عديدة عبر السنوات سواء كان ذلك بصفة شخصية فردية أو من خلال المجموعات العربية ولا تزال لأن المسئولية هذه مشتركة وهي لا تقتصر على أحد معين أو فرد معين ولا ترتبط بحدث زمني لنقول ذلك فهذا الأمر مشترك ويجب أن يستمر يجب أن تكون هناك ديمومة واستمرارية في تطوير المحتوى الفلسطيني هذا ما نستطيع أن نفعله نحن كمحررون لا نستطيع الدعم بطريقة أخرى هذا الجانب يجب أن لا نغفل عنه وأنا أشعر بالرداء نوعاً ما من أن ما نقوم به كمحررين يعني عرب لم نغفل المحتوى الفلسطيني أبداً وسنستمر في دعمه أود أن أذكر أيضاً أن تأسيس جمعية وكي فلسطين في فلسطين مقرها رام الله تحت مضلة وزارة الثقافة الفلسطينية جاء في الوقت المناسب لأنه عملية التوثيق من خلال التنظيم أمر مهم يعني بمعنى آخر هناك العديد من الأشخاص الذين يودون المساهمة في توثيق المعلومات الفلسطينية ولكن إن لم يكن هذا الأمر منظماً سيحدث عشوائية فالجمعية ساهمت بتنظيم بعض العمال المتعلق بالتوثيق خصوصاً أن العمل من خلال وزارة الثقافة الفلسطينية سهل التواصل مع الجهات المعنية سهل عمليات التدريب تدريب أشخاص يمكنهم التوثيق ولكنهم ليسوا وكيبيديين فكان تدريبهم أمر مهم أيضاً ينظمون أنشطة مختلفة تسهم في جذب الانتباه لأهمية التوثيق الموسوعي خصوصاً على منصة وكيبيديا نحن هنا نركز على منصة وكيبيديا لأنها المصدر المعرفي التوثيق المهم الأول على المستوى العالمي كما تفضلت الأستاذة لبنفي مقدماتها نعم سيدة ميرفت شكراً على المجهودات الجبارة التي تقومون بها كمحررين من أجل المساهمة في نشر المعلومات حول فلسطين هنا أود أن أسألكم هل هناك مشاريع محددة تستهدف تحسين محتوى فلسطين على وكيبيديا العربية فكما تحدثت أستاذ ميرفت أن هناك تعاون بين جمعية وكيبيديا الفلسطينية ووزارة التقافة الفلسطينية وهل هناك مشاريع أخرى تساهم في تحسين هذا المحتوى سأجيب على هذا السؤال كما أسلفت زميلة ميرفت فهناك عدة جهات تقوم بالمشاريع التي تستهدف تحسين المحتوى الفلسطيني على وكيبيديا العربية ومثل ما ذكرت جمعية وكي فلسطين جاءت في الوقت المناسب للاستمرار في تطوير المحتوى الفلسطيني طبعا المشاريع التي تستهدف تحسين المحتوى الفلسطيني هي تنقسم لنوعين مشاريع طارئة مثل ما يحدث الآن في ظل الحرب على فلسطين والتي أتت من حيث لا ندري لم يكن مخطط لها وطبعا هناك مشاريع مستدامة والتي هي ما كنا نقوم به وسنستمر بها طبعا المشاريع هذه هي ليست حصرية على المحررين الفلسطينيين أو أعضاء وكيبيديا بلاد الشام أو أعضاء جمعية وكي فلسطين أو يعني ليست محصورة بمجموعة صغيرة بل المشاريع بالعادة يعني يحاول المجتمع الويكيبيدي العربي أن تحاول مجموعتنا تحاول إشراك جميع المجتمع الويكيبيدي الناطق العربية وذلك لزيادة للاستفادة من أكبر عدد من الخبرات في المشاركة في هذه المشاريع أيضا هناك التواصل من قبل جمعيات من الخارج من خارج فلسطين لدعم القضية الفلسطينية يعني تواصلوا معنا للإسهام في توثيق هذا المحتوى الفلسطيني ومن أنواع المشاريع التي قمنا بها كمحررين على مر السنين هي توثيق مثلا القرى المهجرة أو توثيق التراث المعماري الفلسطيني أو حتى المحتوى المرئي يعني إضافة صور لويكي ميديا كومنز إما عن طريق مسابقات أو عن طريق حملات رفع صور طبعا مسابقات مثل وكيتاهوة المعالم وكيتاهوة الأرض الكتابة عن مواضيع محددة مثل المطبخ الفلسطيني أو نساء بلاد الشام ومن ضمنهم النساء الفلسطينيات طبعا يعني كما أسلفت زميلتي ميرفت يعني جزء من التوثيق التحسين المحتوى الفلسطيني هو تحسين المحتوى بشكل عام عن كافة الدول العربية والمحتوى بشكل عام كما أن هناك مثلا المشاريع الطارئة التي يعني يجب التركيز عليها هي الجوانب التي عليها خطر وذلك مثلا التراث الذي يحاول أن يسرق أو يدمر كالأكل أو الزي الفلسطيني أو العلاقات مع المتاحف إنشاء علاقات مع المتاحف لتوثيق التراث الفلسطيني وحول التراث الإنساني إن كان معماريا أو ثقافيا الذي يدمره حاليا في فلسطين في أثناء الحرب كما أن هناك مسابقات تحرير وأيضا المبادرات لا تقتصر على الويكيبيديين بل هناك جمعيات من الداخل الفلسطيني مثل حملة وإعلام قد قاموا بحملات من أجل تطوير المحتوى الفلسطيني وطبعا جمعية وكيف فلسطين أيضا لها دور دور ممتاز في تحسين هذا المحتوى الفلسطيني صراحة أنتم كمحذرون تقوم بعمل جبار في هذا الخصوص حقيقة مؤخرا كنت أزور بعد صفحات على ويكيبيديا المتعلقة بفلسطين زرت مؤخرا مقالة عكا حيفا مقالة فلسطين التي وجدتها تقريبا بـ 127 لغة أيضا بيت لحم يعني مقالات جيدة جدا سواء من الناحية المكتوبة وأيضا من ناحية جودة الصور حقيقة أنصح مستمعينا الكيران بزيارة هذه الصفحات وتصفحها هنا أود أن أرجع إلى مقالة فلسطين هي أحد المقالات المختارة بويكيبيديا العربية وكما أسلفت الذكر أنها توجد بـ 127 لغة هل يمكنكم أن تحدثون عنها أو عن ظروف كتابتها؟ نعم أكيد أنا أعرف أن مقالة فلسطين هي من أوائل المقالات التي أنشأت في وكيبيديا العربية يعود طريق إنشاءها إلى 2004 في تلك الفترة كانت المقالات تكون صغيرة للحجم يعني كانوا ينشؤونها نحن نسميها بذرة بذرة مقالة تكون عبارة عن فقرة أو فقرتين والآن المقالة فلسطينية مقالة متكاملة كما تفضلت أستاذ لبنى بطلاعك عليها وجدتي أنها تتضمن كم هائل من المعلومات وهي مقسمة بأسلوب جيد غطة وشمل كفة الجوانب التي تتعلق بدولة من تاريخها من موقعها جغرافيتها ثقافتها اقتصادها إلى آخره إلى آخره فتطور هذا المحتوى على مر السنين ولم يكن مجهوداً فردياً من شخص أو شخصين يعني إن رجعنا تاريخ الصفحة وتاريخ المقالة ستجدين مئات حركات محرير للمقالة ستجدين آلاف ليس آلاف مئات الأسماء حتى أسماء الأشخاص أو المحررين الذين عملوا منذ 2004 للغاية الآن مجهود جبار صراحةً أضيفة من هؤلاء حتى لو كان ذلك على مستوى إضافة جملة تصحيح إملائية أو لغوية إضافة صورة تعريب خارطة فرضاً كل هذه المجهودات نتج عنها مقالة مختارة وأنا أذكر أنا فرح هو من أحد الأوائل الأشخاص الذين عملوا في مقالة فلسطين 2005 يمكن فهذه فرصة لتقديم شكرنا الجزيل لكل من ساهم في تطوير مقالة فلسطين على وجه الخصوص لأن هذا الأمر مهم لأنه بالعادة غالباً عندما تبدأ كتابة مقالة معينة في لغة أخرى غالباً ما يلجؤون لمقالة أو مقالة الدولة بلغتها الأصلية للإطلاع ماذا هناك ماذا فيها ما هي الصور التي أضيفت إلى آخر فهي مرجع وفي ظل الظروف التي تحيط بفلسطين سواء الظرف الحالي الظرف الحرب الحالية أو الحروب والظروف السابقة مقالة كمقالة فلسطين هي مرجع ومصدر للعديد من القراء والمراجعين طلاب المدارس كل من يريد أن يتثقف حول أي موضوع يخص فلسطين لابد أن يفتح المقالة ويقرأها بالنسبة لتطويرها كمقالة أو كمحتوى مختار أو محتوى مميز كان ذلك في 2012 أتوقع عمل عليها أو عمل على توفيق مراجعها ومصادرها وزيادة الصور والخرائط وتنظيمها وإعادة ترتيبها مجهود جبار قام به أحد المحررين من الأردن ساذ ندال وهو معماري أردني فلسطيني فعندما نقول أن أحدهم يريد أن يطور مقالة لتصبح مختارة أو لتصبح من المحتوى المميز في الموسوع فهذا يعني عشرات ساعات من العمل نحن لا نقول أنه عاد إنشاء هلاء لكن هو أكمل ما بدأه الزملاء سابقا حتى أصبحت على ما هي عليه الآن وأضيف أن المقالة عليها درجة حماية معينة وهذا الأمر ضروري للحفاظ على المقالة من التخريب وللحفاظ على مستوى المعلومات الموجودة فيها هذا لا يعني أن المقالة مستقرة مئة بالمئة بالعكس تضاف لها المعلومات بتطور الأحداث فهذا الأمر حيوي ومهم تعرفون هذا طبيعة العمل الموسوع في ووكيبيديا أن المقالات لا تغلق بل تبقى مفتوحة لتبديل أو لتعديل المعلومات فيها أو للإضافة أو لإعادة الضبط وفقا لما يستجد من أمور تتعلق في المحتوى طبعا والمقالة متفرع منها مقالات عديدة يعني مئات المقالات تتفرع منها عندما تذكرين فقط فرضا أهم مدن فلسطين لابد أن تجدي مقالة مخصصة عن كل مدينة وعندما تذكرين تاريخ فلسطين ستجدين أكثر من مقالة تتناول تاريخ فلسطين عندما تتحدثين عن التراث الفلسطيني ستجدين مقالات أخرى منبثقة عنها تتناول فرضا الأزياء الشعبية الفلسطينية الغناء الشعبي الفلسطيني الفلكلور الفلسطيني المناسبات الدينية الفلسطينية وغير ذلك فهي بمثابة بوتقة تنبثق منها عشرات المقالات الأخرى التي تساعد وطريق الترتيب المقالة أصلاً تساعد زائريها أو قراءها على التفرع والانتقال إلى أي مقالة أخرى ذات العلاقة حسب اهتمامهم وحسب المعلومات التي ينشدونها أو التي يحاولون الوصول إليها من تلك المقالة فنحن نفتخر فعلياً في مقالة فلسطين على وجه الخصوص وجميع المحتوى المرتبط بيها مثل ما أخبرتك في البداية أنا أشعر بالرضى عن عن جودة المحتوى المتعلق بفلسطين على وجه الخصوص في وكيبيديا العربية شكراً لك شكراً لك سيدة ميرفت على جوابك هنا صراحة أود أن أطرح لكم سؤالاً واحداً وأريد أن تجيباني معاً هو هل يمكنكما أن تشارقاني تجربة محددة حول كتابة أو تحرير مقالة معينة وكان لها أثر كبير على نفسيكما طبعاً إذا أمكن أن أضيف موضوعاً خفيفاً يعني بعيداً عن الظروف التي نمر بها أذكر مقالة اشتغلنا عليها أنا وزميلة ميرفت عن طائر الإيمو فهذه كانت من أفضل المشاركات التي شاركتها مع زميلة ميرفت وأفتخر بها بهذه المقالة طبعاً لا تمت لفلسطين بصلة ولكن هي من من الإنجازات التي ما زلت أذكرها يعني من حيث تطوير المقالات على ويكيبيديا طبعاً المحتوى الفلسطيني قريب قريب إلى القلب و دائماً يعني هو من أوائل المواضيع التي التي أحاول أن أكتب أكتب عنها ولكن لا يعني لا أستحضر مقالاً معيناً عن فلسطين أميزه عن غيره شكراً فرح لأنك ذكرت مقالة الإمو وهي الفكرة من استحضار مثل هذه المقالات ولو أنها بعيدة كل البعد عن فلسطين وبعيدة عنها تتعلق بأستراليا تحديداً الفكرة هي أهمية العمل التشاركي في الموسوعة يعني مثلاً أردت أن أتشارك مع فرح في تطوير إحدى المقالات وتطويرها لمستوى المقالات المختارة فاخترنا تلك المقالة لا أدري ما كان السبب ولكن كان فيها محتوى لطيف أنا كان لفتني موضوع حروب أستراليا مع الحيوانات فكان كانت فرصة نكتب موضوعاً مختلفاً ولكن فعلاً مقالة كانت كتابتها تشاركية بين وبين فرح وفعلاً هي هلأ من المقالات المختارة في الموسوعة العربية بالنسبة لي أنا أيضاً لا يحضرني مقالة معينة لكن أستطيع أن أحدثكم عن مقالة قرأتها اليوم اللي هي مقالة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان كنت أراجع إضافة أضافها أحد الزملاء على المقالة في تقييمي لتلك الإضافة فاستمتعت بقراءة المقالة كلها وتدقيق بعض أجزائها وفتحت قريحتي لأن أقرأ أحدى كتب فدوى طوقان اللي هي اسمها رحلة جبلية صعبة الكتاب يتناول سيرتها الذاتية طبعاً عندما نقول سيرة ذاتية لشاعرة فلسطينية وهي إحدى أشهر الشاعرات العربيات فهي توثق ليس لسيرتها كشخص منعزل عن محيط عن أسرة عن مجتمع عن احتلال فمن الجيد أن توجهنا الموسوعة أو توجهنا مقالات الموسوعة إلى معارف أخرى نحن بحاجة إلى الاطلاع عليها فهذه من الأمور المفيدة صراحة كم مننا يعرفون أن الشاعر فد وتقان لها كتب نثرية أو أنها كتبت في أمور أخرى غير الشعر فهذه المعارف تغيب عننا أحياناً نستحضرها عندما نعمل على ضبط المحتوى وعلى صيانته كمحررين أو كإداريين فهذا ما لدي وأنتم تتحدثان قمت بالاطلاع على صفحة طائر الإيمو لأجدها من الصفحات الجيدة على ويكيبيديا وهي توجد ب89 لغة سأحاول أن أتقاسم مع مستمعين الكرام رابط المقالة لقراءتها حينما تخرج الحلقة إلى الوجود سيدة نيرفت تحدثت كثيرا عن الكتب وعن فدوى طقال وقبل أن نبدأ في تسجيل الحلقة تحدثنا قليلا عن الأدب هنا أود أن أطلب منك أن تقترح علينا عنوين حول القبية الفلسطينية أو عنوين أحببتها وأيضا سيد فرح أطلب منك نفس الأمر نعم هناك العديد من الأدب العربي الذي وثق فلسطين بطريقة مختلفة يعني وثق لنفرض وثق أحداث تاريخية في إطار روائي وهذا موضوع أبدع فيه البعض وصراحة هو الأقرب إلى النفس لأن بعض الناس يعني مش كل الناس يستطيعون قراءة كتب في سياقات تاريخية تعرفين هذا التوثيق مختلف أو هذا النوع من الأدبيات مختلف عن ما يفضله القراءة العاديون القراءة هنا ثم قراءة بسطة يفضلون التفاعل مع شخصيات لنفرض فمن الكتب الجيدة التي تناولت القضية الفلسطينية والتهجير وحياة المهجرين الفلسطينيين كتاب أو رواية التنطورية للكاتب المصري رضوى عشور بدأت روايتها من عام 1947 بتهجير سكان إحدى قراء عكا أتوقع هي في عكا قرية التنطورة والتنطورية هي إحدى الفتيات اللواتي نجينا أو نجينا من المجزرة أو المذبح التي حدثت في تلك القرية وعاشت وأسست أسرة في المغترب إلى أن تحرر جنوب لبنان في 2004 أتوقع نعم فأنا أوصي بقراءة هذه الرواية رواية تتعايشون معها بأحداث عشتها أسرة فلسطينية في فلسطين وفي الأردن وفي لبنان ستتفهمون بأسلوب جيد كيف حدث التهجير كيف اجتاح اليهود كيف استولوا على الأرض كيف استولوا على القرى لماذا لماذا ترك الفلسطينيون مدنهم وقراءهم لأن هناك لغض كبير حول هذا الموضوع صراحة فمن الجيد فمن الجيد أن نقرأ ونرجع بتاريخ قليلا لنعرف كيف بدأت الحكاية وكيف ستستمر كيف تستمرت وكيف تنتهي هذا الكتاب يحضرني وهو من الكتب الرائعة صراحة لسلاسة أسلوبه لأن الكاتبة شملت مسارا تاريخيا مهما من تاريخ المنطقة شكرا لك سيدة ميرفت على هذا الاقتراح وكما دعنا مجميعا فالسيدة ردوة عشور هي أحد الكاتبات والأديبات الكبار بالساحة الأدبية العربية وهي أيضا زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوتي ووالدة الشاعف تميم البرغوتي شكرا على هذا الاقتراح الآن سيد فرح ماذا تقترح علينا بالواقع أنا ما أقترحه هو أو ما هو أقرب لما أتوق إليه هو أن تكون كل قرية وكل شارع وكل معلم في فلسطين التاريخية أن يكون كله موفقا في ويكيبيديا ولقد أنجزنا شوطا كبيرا في هذا الحقيقة في ويكيبيديا وهو مدعاة فخر أن نجد كل هذا التوثيق للأحياء الفلسطينية والمدن والقرى والمهجرة والقائمة وكما قلت في البداية بأن التراث المعماري في غزة بالأخص يكاد أن يبادى في هذه الأيام وأعتقد أن من المهم التركيز على هذا المحتوى الذي يختص بالتراث الإنساني في فلسطين نعم سيد فرح فكما قلت من واجبنا أن نطلع عن القضية الفلسطينية من خلال قراءة المحتوى الفلسطيني والمساهمة في كتابته هنا أعزاء المستمعين أقترح عليكم أن تتابعوا معنا على صفحة ويكيبيديا المغرب على الفيسبوك فستجدون مقترحات كثيرة حول القضية الفلسطينية هنا أود أن أسألكم ما هو دور ويكيبيديا العربية في مواجهة المعلومات المضللة أو الأخبار الكاذبة المتعلقة بالقضية الفلسطينية صراحة السؤال المهم وهو شائك في الوقت ذاته والصغر نحن نعرف أن معلومات مضللة كثيرة ومعلومات زائفة كثيرة تنتشر خصوصا في ظل انتشار استخدام قنوات التواصل الاجتماعي عدم قدرة الأشخاص على التحقق أو حتى عدم تفكيرهم في أن يجب أن أتحقق من معلومة معينة فرضا وهذا يسبب ضعفا للمحتوى الموثق وإذا اعتمد المحررون على مصادر معينة لا لا تعتمد لا تعتمد نشر حقائق تعرفين أن الإعلام له أسليب كثيرة في التوثيق اعتمادا على إلى أي طرف ينحاز فهذه من المشكلات التي نعاني منها كموثقين عرب وذلك لأن الاعتماد على الإعلام الغربي غير موثوق دائما وضعف المصادر العربية خاص خصوصا ما يتعلق بتاريخ القضية الكتب المكتوبة أقصد الوصول لها دائما يكون صعبا لذلك يعتمد المحررون على المصادر التي تتوفر على شبكة الإنترنت لا توجد لدينا أدوات كافية للتحقق من المصادر ولا توجد لدينا الخبرات الكافية صراحة للتحقق من المصادر لذلك قد تجدين معلومات يثبت لاحقا أنها لم تكن صحيحة أو لم تكن أو كان لها هدف معين فرضا لذلك نحاول ما ما سطعنا أن نتحقق من هذه المصادر نتيقن نوجه القراء والمحررين إلى اعتماد مصادر معينة وعدم الاعتماد على مصادر أخرى نرى فيها حيازا ما يكتب في وكيبيديا سواء كان العربية أو أي لغة أخرى هو مرآة أو هو نعكاس لما يكتب في الإعلام في شكل عام فهذه من الأمور التي نحاول أنا أعرف أنا الأمر شائق صراحة ونحن تحدثنا مع مؤسسة وكيبيديا حول هذا الموضوع على وجه الخصوص لأننا ثبت لدينا أو بمعنى آخر نعتقد جازمين أن العديد من المحررين الأجانب يعتمدون رواية أو سردية للطرف الآخر في توثيق بياناتهم أو معلوماتهم المتعلقها بفلسطين خصوصا ما يحدث الآن يعني ما يتعلق بالحرب على غزة نحتاج إلى تدريب نحتاج إلى تفرغ نحتاج إلى مصادر نحتاج إلى إلى وصولية للمعلومات الصحيحة سنحاول إن شاء الله بعد انتهاء الحرب نرجو أن يكون ذلك قريبا تأسيس فريق عمل ليتفرغ لإعادة النظر في كل ما كتب عن الأحداث الأخيرة لبيان أو لتفنيد المعلومات التي كتبت أو وفقت خصوصا في العربية نحن نحن توجهنا الآن لضبط المحتوى العربي سيتطلب هذا جهدا وعملا منصقا صراحة بين المحررين من خلال تعاون بين أكثر من مجموعة وبين أكثر من إداري وبين أكثر من محرر عرب نرجو أن يوفقنا الله في هذا المسعى لأنه حقيقة مسؤولية صعبة هذا ما أستطيع أن أخبرك عنه في سياق سؤالك نعم سيدة ميرفت فالإعلام يلعب دور كبير ومهم جدا في نشر المعلومات سواء الصحيحة أو المغلوطة للأسف ونتمنى أن يتم إيقاف الحرب قريبا هنا في خصوص النقطة الأخيرة أود أن أسأله عن هل هناك توجيهات خاصة للمحرمين حول كيف يتتعامل مع المواضيع المتعلقة بفلسطين لضمان التوازن والدقة نعم مختلبنا بالتأكيد يعني هناك على المحررين الأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المواضيع المتعلقة بفلسطين وذلك كما قالت زميلة ميرفت تأكيد على ضرورة العناية بالمراجع أن ننتقي المراجع بشكل جيد وإلا نعتمد على أي مرجع ما كما أن أيضا عدم الانسياق إلى العواطف لأن أحيانا يأخذ أحدهم العنفوان والعاطف الجياشة لأماكن ربما ليكتبوا شيئا يعني غير حيادي أو يكون غير موسوعي فممكن أن يتسبب بذلك بانحياز واضح وإضاعة الوقت في إعادة كتابة ما يريد أن يوصله هذا المحرر بطريقة موسوعية فهذه إحدى التحديات التي من الممكن أن نقابلها طبعا التأكيد على الحذر عند الترجمة لأن جزء كبير من المحتوى العربي هو مترجم عن لغات أخرى فيجب الحذر الشديد عند الترجمة من الإنجليزية أو من غيرها من اللغات لأن المصادر التي تعتمد عليها تلك الموسوعات لربما تكون غير غير حيادية أو تظهر الرواية الصهيونية بشكل أكبر من المروي الفلسطينية وهذا يشكل حيازا صارخا والذي هو متمثل في الإعلام الغربي فعلا فيجب الحذر عند الترجمة والتأكد من انسياق المقالة المترجمة مع التوجه العام لويكيبيديا العربية وليس فقط الترجمة بحذافيرها كما أيضا علينا الحذر من القيام بمبادرات من قبل أشخاص ربما ليس عندهم إلمام كاف بأساسيات ويكيبيديا طبعا هناك هناك تحمس كبير أحيانا من قبل من قبل أفراد لربما يريدون أن أن يؤثروا في نشر الوعي وفي في الإضافة إلى المحتوى الفلسطيني ولكن إذا كانوا يعني ليست ليست لهم خبرة كافية في ويكيبيديا وبأسس ويكيبيديا وأدوات التحرير ربما تذهبوا جهودهم سدى ويتعرضوا المحتوى الذي يضيفونه إلى الحذف وننصح بالاستعانة بمن هم أخبر منهم في أسليب التحرير وأعلم بالفجوات في المحتوى التي نراها في ويكيبيديا كما أن التشاور فيما بين المحررين مهم جدا يعني طبعا من الممتاز أن يضيف كل من على حدة ولكن التشاور فيما بين المحررين حول ما هو يعني النواقص الموجودة وأيضا حول خلفية المقالات التي نكتبها يعني الخلفية التاريخية والمعرفية للمقالات التي تكتب وأيضا السرديات وطريقة طريقة إبراز الفكرة من الجيد جدا أن يكون هناك التشاور فيما بين المحررين قبل إدراجها في الموصوعة وهذه بعض التوجيهات التي التي أعتقد أن من المهم إضافتها لأي شخص يحب أن يساهم في وكيبيديا وإضافة المحتوى فلسطيني شكرا لك سيد فرح على الإجابة هنا أود أن أسألكم هل هناك إجراءات متبعة للتحقق من صحة وموثوقية المعلومات المتعلقة بفلسطين على وكيبيديا والمشاريع الأخرى خصوصا أننا تحدثنا أن الإعلام يلعب دورا في نشر المغالطات وأيضا هناك تحريف للمحتوى الفلسطيني فكيف تقاومون هذا التحريف الفكرة التحقق من صحة المحتوى الفلسطيني لا يختلف يعني الإجراءات المتبعة لا تختلف عن الإجراءات المتبعة للتحقق من أي محتوى آخر يضاف إلى الموسوعة طبعا هناك متابعة وهناك مراقبة لعشرات الصفحات الموجودة عشرات المقالات لها مراقبون متابعون ماذا يضاف ما هي من يضيف أيضا ثمت أشخاص غير موثوقين وهناك من يضيف بدون اسم مستخدم فيضيف مزيد من الشكل لنقول ذلك إن رأيت فرضاً مقالة إنشاءها مستخدم بالـ IP Address سأعطي اهتماماً في تلك المقالة أكثر من مقالة إنشاءها شخص نرى اسمه دائماً في قائمة التعديلات لنفرض فهذا جهد إضافي يقوم به المحررون والإداريين الإداريين في الموسوعة ثمت سياسات سياسات وكيبيديا هي تحكم طريقة عملنا وطريقة التحقق من المحتوى ما يمكن قبوله وما يمكن رفضه طبعاً تعلمين إن موضوع إضافة المصادر والمراجع هو أمر حي لأي محتوى في الموسوعة فهذا من الأمور التي نراجعها باستمرار خصوصاً إذا كانت تلك المراجع هي مواقع في الإنترنت لابد أن نفتح تلك المراجع ونرى إن كانت فعلاً تذكر المعلومة المعينة المضافة أيضاً لدينا قوائم بالمراجع الإلكترونية المعتمدة وتلك التي لا نعتمدها فرضاً المنتديات لا نعترف بها الصفحات التواصل الاجتماعي لا نقبلها كمراجع لذلك نتحقق من كل ذلك أيضاً الأسلوب أسلوب الترجمة خصوصاً هذا الأمر أشار له زميل فرح أسلوب الترجمة اللغة الركيكة الاستخدام التعبيرات التي لا نقبلها نحن كجمهور عربي وذلك بسبب عدم الانتباه لما يترجمه المحرر على لفظة يقولون جيش الدفاع الإسرائيلي نحن لا نعترف به كجيش دفاع فرضاً أو لا نقبل هو جيش احتلال أو على أضع في الإيمان جيش إسرائيلي لا أقبل فرضاً أن أرى تعبير جيش الدفاع وهذه من الأمور التي نعدلها بأيدينا وننبه لها المحررين فهذه من الأمور التي نتعامل معها بشكل يومي مثلاً يوجد زملاء يعملون بشكل يومي الآن على توثيق المجازر التي تحدث في غزة يومياً ويعتمدون في ذلك على مصادر الحكومة الفلسطينية فرداً فأنا إن وجدت مقالة كتبت ولم يوثق فيها المصدر لن أقبلها واحدة ضعف الإيمان سأراجع كاتبها وأطلب منه توثيق المصدر لأن هذه المعلومات نوعاً ما حرجة أو كما نقول بالإنجليزية كريتيكل فإن لم توثق المراجع الآن ستضيع مستقبلاً خاصة في ضل الزخم المعلومات الواردة أو التي تحيط في الأمر لذلك تنتبهون أو ترون أننا نحدف عشرات المقالات يومياً كون الموسوعة مفتوحة ومتاحة للجميع للتعديل فيها وإنشاء مقالات لا يعني أن جميع ما يضاف أو جميع ما يكتب يقبل العمليات الصيانة صيانة المحتوى وضبطه أمر حيوي وهو أكثر أهمية حتى من إضافة محتوى جديد فهي من المهام اليومية التي يطلع بها المحررون لكن في نفس الوقت لا يتسنى لنا أحياناً أو في كثير من الأوقات الاطلاع على جميع المحتوى المضاف تعرفين وذلك بسبب قلة عدد المحررين النشطاء الذين يستطيعون متابع جميع المقالات أو جميع المحتوى الذي يضاف على نحو اليومي فهذا يتطلب أيضاً تشارك وتعاون مع من القراء ومن المحررين الجدد فرضاً أو الذين ليس لهم صلاحيات لتنبيهنا في حال وجدوا أو انتبهوا إلى أي مخالفات أو أي محتوى غير مقبول أو مضلل أو مشتت إلى آخره تجري في صفحات وصفحات نقاش الموسوعة حوارات عديدة دائماً ويومياً حول المحتوى حول المشاركات حول المشاركين معينين إلى آخره في محاولة جماعية للوقوف دائماً وأبداً على المحتوى لذلك أقول لك أن الجهود المبذولة في صيانة المحتوى وضبطه سواء كان المحتوى الفلسطيني أو المحتوى بشكل عام في المسوعة جهود حقيقية كبيرة ولكنها غير كافية نسعى قدر استطاعتنا للتحقق وتوجيه والتنبيه ونشر الإرشادات بشكل دائم إن شاء الله مع الوقت نستطيع أن نفعل أكثر مما نفعله الآن شكراً لك سيدة ميرفد حقيقة المجهودات الجبارة التي يقوم بها المحررون على ويكيبيديا مجهودات صراحة جد جد مهمة وجبارة للحفاظ على للحفاظ وعلى تجويد المحتوى العربي على ويكيبيديا والمحتوى الفلسطيني على ويكيبيديا هنا أود أن أطرح سؤال هل أو لا كيف تمثل ويكيبيديا العربية من الصفة عالة لتعزيز الفهم العالمي للقضية الفلسطينية طبعاً ويكيبيديا العربية وغيرها من الويكيبيديات أعتقد أن كنا نريد أن نتحدث عن الفهم العالمي للقضية الفلسطينية فمن المهم أيضاً أن نتحدث عن اللغات الأخرى ولكن أعتقد أن ويكيبيديا هي من أكثر المنصات فعالية في إيصال الفهم للقضية الفلسطينية فكما نعرف ويكيبيديا هي من أن إن لم تكن أول نتيجة بحث في جوجل أو في أنظمة المحركات البحث أعتقد أنها يعني بالعادة هي الأولى أو الثانية في النتائج البحث وهي من أكثر المواقع اطلاعاً فأي معلومة مكتوبة في ويكيبيديا هي من أوائل المعلومات التي يمكن أن تصل للقارئ و و من المهم جداً أن تكون المعلومات التي فيها في البداية يعني خاصة فيما يخص الأحداث الجارية من المهم أن تكون محدثة لأن البحث عن المعلومة بالعادة يكون في الساعات الأولى أو الأيام الأولى لأي حدث كبير فإن كانت هذه المعلومات مغلوطة أو ناقصة هذه فرصة قد خسرناها لإيصال المعلومة مهمة فأعتقد أن بالعمل الدؤوب الذي يقوم بها الزملاء في توثيق الحرب الحالية مثلاً فهذا يعطي يعطي يعزز المروية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية أيضاً وأما بالنسبة للمحتوى العام عن فلسطين فالإضافة باستمرار لهذا المحتوى باللغات العربية أو بلغات أخرى يمثلوا منصة ممتازة لنشر التوعية حول القضية الفلسطينية وحول الشعب الفلسطيني وحقوقه فمن هنا أؤكد على أهمية وكيبيديا في نشر المعرفة حول فلسطين كما هي منصة لنشر المعرفة حول كافة الموضيع الأخرى شكراً لك سيد فرح لقد تم تغيير شعار ويكيبيديا العربية مؤخراً هنا أود أن أسألكم كيف جاءتكم فكرة تغيير الشعار من أجل دعم القضية الفلسطينية جاءت فكرة تغيير الشعار بسبب ما رآه المجتمع من تضليل وتضليل متعمد فيما يخص التصعيد العدواني الإسرائيلي الأخير على فلسطين وأيضاً من شعور هذا المجتمع بمسؤولية إنسانية لإبراز القضية الفلسطينية وإبقائها على أولويات عمل المحررين الذين يبدلون جهوداً جبارة فعلاً لتوثيق المعارف المختلفة في كل المواضيع وبأن أولى توجيه الجهود وتسليط الضوء حالياً على هذه الأولوية الكبرى وجاءت فكرة المجتمع يعني المجتمع رأى أن يتشاور حول هذا الموضوع وقد وقد وكان هناك شبه إجماع على ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة لإظهار دعم المجتمع الوكيبيدي العربي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولكن أود أن ننوه أن هذا الإجراء ليس فريداً من نوعه لم تكن الوكيبيدي العربية أول الوكيبيديات التي تغير شعارها مثلاً ففي عام 2022 قامت وكيبيديا الأوكرانية والجورجية بتغيير الشعار لألوان العلم الأوكراني وهذا طبعاً احتجاجاً على الحرب ودعماً لأوكرانيا في الحرب وأيضاً عندما حجبت وكيبيديا في تركيا لمدة عامين تقريباً غيرت بعض الوكيبيديات شعارها للعلم التركي احتجاجاً على هذا الحجب والتضامن مع القراء في تركيا فهذا يعني نعتقد بأنه يعني بأنه لفتة ربما 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 تكون يعني من أبسط الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بدون التأثير على المحتوى أو التأثير على العمل العادي للموسوعة نعم شكراً لك سيد فرح هنا أود أن أسأل كيف ترون تأثير التغيرات السياسية والشماعية في المنطقة على المحتوى المتعلق بفلسطين على ويكيبيديا العربية هو كما أسلفنا في إجاباتنا عن الأسئلة السابقة الويكيبيديا هي انعكاس لما يجري حولنا لما يجري في العالم لما يجري في المنطقة لما يتغير في المجتمع ما يستجد من أحداث وما يستجد من فعاليات وهذا ما يميز موسوعة رقمية صراحة عن الموسعات الأخرى في كونها تتحدث باستمرار بمجرد أن يحدث الحدث فرضا حدث زلزال في منطقة معينة ستجدين المقالات المتعلقة بتوفيق ذلك الحدث بمجرد حدوثي أو بمجرد صدور الأخبار حوله مثلا شخصية معينة توفيت ستجدين أن معلومة التي توفق فرضا مكان وتاريخ الوفاعل مباشرة قد تحدث فهذا أيضا ينعكس أو ينطبق على المحتوى المتعلق بفلسطين ستجدين حركة حركة تحرير دائمة ومستمرة في كل المقالات التي تتعلق بفلسطين وقضيتها وتاريخها ومستجدات الأحداث يتسابق حتى المحررون في إضافة هذه المعلومات وتوثيقها أولا بأول وهذا الأمر مهم حقيقة لأنه يعني أن المعلومات تضاف في حينها كما ذكر فرحها قبل قليل الناس تتذكر بدايات الأمور مع الوقت يقفت الاهتمام أو أنه قد تضيع مننا فرصة توثيق أمور معينة اللي نوثقها في حينها فهذا الأمر حيوي صراحة هو جيد في وكيبيدي العربية المحررون يتابعون أولا بأول يضيفون المعلومة أولا بأول توثيق معلومات الحرب الأخيرة على غزة فرضا يجري على قدم وثق كما يقولون كمية المحتوى أو حجم المحتوى الذي يضيف خلال الأشهر الحرب الثلاثة هائلة جدا عدد المحررين الذين يعملون على توثيق هذا المحتوى أيضا جيد ولا يقتصر على محرري فلسطين أيضا ستجدين مشاركات من المحررين العراق فرضا محررين من تونس المغرب في زملائنا في ألمانيا في بريطانيا إلى آخره ففي النهاية هي مرأة ما يستجد حولنا ينعكس على طول أو مباشرة في وكيبيديا العربية وهذا من مزايا أو من الأمور التي تميز مسؤولة وكيبيديا عن غيرها من المواقع تحدثنا تحدثنا كثيرا عن التحرير في وكيبيديا عن المقالات المكتوبة عن جودتها أيضا هنا أود أن أسألكم عن كيف يمكننا توجيه القراء أو الأشخاص إلى هذه المقالات وإلى استعمالها وإلى قراءتها فكما تعلمون كثيرا ما يتوجهون إلى روايات وإلى معلومات قد تكون خاطئة ونترك الصحيح وكما أشرنا في أول الحلقة أن هناك مقالات مختارة وجيدة حول القضية الفلسطينية فكيف يمكننا توجيه القراء إليها ذكر زميلي فرح في إجابتي عن سؤال سابق أن ويكيبيديا العربية تتصدر محركات البحث يعني عندما تبحثين عن معلومة معينة فإن كانت تلك المعلومة أو تلك المقالة موجودة في الموسوعة ستكون من أوائل النتائج البحث التي يحصل عليها الباحث في جوجل فرضا فحرصنا على توفيق أكبر كم ممكن من المعلومات والمستجدات والأخبار بطريقة موسوعية تعزز إمكانية حصول القارئ على تلك المقالة مباشرة أثناء بحثه عنها فهذا فهذا يعطيه نوعا ما سلاسف في الوصول إلى تلك المقالات مباشرة دون البحث أكثر عن شيء معين أصبح القارئ الآن أكثر وعيا حقيقة من أين يحصل على معلوماته وإلى أين يتوجه لذلك أيضا موسوعة ويكيبيديا متاحة على الأجهزة الذكية الأجهزة المتنقلة فيستطيع الشخص أو القارئ الحصول أو فتح المقالات مباشرة من الهاتف النقال فهذا الأمر أيضا جيد حتى التحرير من خلال الهاتف النقال متاح هذا ارتباط المقالات بعضها ببعض تعزيز المقالات بأدوات بحث داخلي أمر جيد هذه ما نسميه الستركتر أو هيكلية المقالات أو هيكلية المعلومات داخل المقالات يساعد القارئ أكثر فأكثر على التعمق والاستزادة من المعلومات باستخدام فرضا التصنيفات باستخدام بوابات المعلومات باستخدام الفهارس ارتباط المقالات باللغة العربية بنظيراتها باللغات الأخرى أيضا أمر جيد غالبا تفتحين مقالة تريدين أن ترين كيف كتبت معلومة معينة فرضا بالإنجليزية يمكنك فتح المقالة النظيرة باللغة الإنجليزية مباشرة كل هذه الأمور تساعد القراء حقيقة أيضا حرصنا على إضافة المصادر تساعد القراء على الاستزادة عن المعلومات من تلك المصادر نحن دائما نقول أن ويكيبيديا ليست مصدر معلومة لأننا نحن لا ننتج المعارف نحن نوفقها ولكن أوفقها لكم أيها القراء مع صادرها حتى تستزيدون من تلك المعلومات وتلك المصادر نحن نعلم علما يقينا وكما أخبرناكم مسبقا أن المحتوى الفلسطيني مكتوب بلغات أخرى بانحياز وبتوجيه هناك من هو موظف أصلا لكتابة المحتوى بأسلوبه وبطريقته نحن كمحررون عرب متطوعون نستغل أي وقت لدينا للتوثيق بالأسلوب الذي نرتقيه صحيحا ولكن في وكيبيديات أخرى فمتموظفون يعملون ساعات وساعات لتوثيق رواياتهم وأسلوبهم ومصادرهم وهذا ما نحاول توجيه القار له التمييز بين الروايات كيف كتبت هنا وكيف تكتب هناك فهذا من الأمور التي نحاول فيها من خلال من خلال لقاءاتنا مع الجمهور أو القراء ليس فقط من خلال صفحات وكيبيديا أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التي تعقده أو تقام هنا وهناك مثل نشاطكم هذا الويكي بودكاست مهم جدا جدا لتوجيه انتباه القراء ولفت نظرهم وفتح عيونهم خلينا نحكي بالعامية نفتح عيونهم على ما يجري حولنا ما يجري في كواليس وكيبيديا أصلا كيف يمكنهم التمييز بين ما يقرؤونه في الموسوعة وبين ما يقرؤونه في وسائل الإعلام الأخرى هل هذا الأمر صحيح مقبول غير مقبول أنا دائما أنصح قراء المعرفة بشكل عام وليس قراء وكيبيديا على نحو الخاص دائما شكك في المعلومة التي تقرأها شكك وأبحث لا تأخذهم من الأمور بالمسلمات وهذا الأمر حقيقة نحاول أن نركز عليه مؤخرا لأن الطرف الآخر يحاول إقناع العالم بأسره بأن ما يرونه هو الصحيح ذكروا فرضا ما جرى في يوم 8 أكتوبر الفضائع التي قام بها الفلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية لا زال ألاف العالم ألاف الناس في العالم يرون تلك الرواية لأنها أول رواية قرأوها ولكن هل هم على استعداد لتغيير نظرتهم لتلك الأمور مع أن العديد العديد من المواقع والمصادر ضحضت تلك الروايات الكاذبة وضحضت تلك المعلومات ولكن ثبتت في رأس القارئ ما قرأه أول مرة لذلك نحاول نشر الوعي لا تثقف ابحث شكك اسأل نوع مصادرك نوع معلوماتك هذه الأمور التي أنا أنصح فيها القراء صراحة شكرا لك سيدة ميرفت الآن سؤال الجمهور يقول كيف يمكنني أن أنشئ حسابا على ويكيبيديا الأمر بسيط جدا إنشاء الحساب يتم من خلال صفحة ويكيبيديا الرئيسية يوجد رابط في زاوية الصفحة أنشئ حسابا كل ما هو مطلوب هو اختيار اسم للمستخدم وكلمة مرور وأتوقع أن ربط الحساب بمريد إلكتروني هو اختياري ولكن نحن نشجع عليه لأمور تتعلق بالتواصل والأمور مثلا تتعلق باستعادة كلمة المرور كما يحدث في المواقع الأخرى هذا كل ما في الأمر قراءة الموسوعة لا تحتاج إلى حساب يستطيع أي شخص قراءة أي صفحة باستخدام IP ولكن نحن نحبذ إنشاء الحسابات إذا كان القارئ أو إذا كان الشخص يريد أن يعدل حتى تحفظ التعديلات أو ما يقوم به الشخص بإسم معين وهذا يساعدنا في التحقق من من يضيف المعلومات وكيف تساعدنا في الحوار معهم وفي النقاش معهم موضوع إنشاء الحساب سهل سهل جدا وهناك أيضا بعض الفيديوهات تجدونها مثلا في يوتيوب توضح كيفية ذلك ويمكن أيضا التواصل مع المحررين مباشرة يمكن ذلك سؤالهم عن أي أمر يتعلق بإنشاء الحسابات أو في حال فدوث أخطاء معينة أو مشكلات يستطيعون السؤال عنها يمكن متابعة صفحات ويكي بيديا العربية على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا صفحات رسمية يمكنهم متابعة للإطلاع على ما يستجد من أمور فعاليات نقاشات إلى آخره إلى آخره ككلمة سيدة ميرفت ماذا يمكنك أن تقولي لنا أود أن أشكركم شكرا جزيلا مجموعة ويكي ميديا المغرب زملائنا الأعزاء أولا لاختياركم الموضوع الحلقة موضوع حيوي ومهم جدا إلقاء الضوء على هذا الموضوع في هذا الوقت الحرج مهم لقراءكم ولمتابعيكم وأشكركم لدعوتي أنا وزميلي فرح للحوار معكم صراحة كان حوار رائع يعني سعدنا به وأنا فعليا فعليا أتمنى أن تستمروا في هذا البرنامج برنامج بودكاست لأهميته ولأهمية الموضوع التي تطرحونها ونحن على استعداد دائما للتحاور معكم والإجابة عن أي أسئلة تردكم أو ترد من خلالكم من القراءكم أو من متابعيكم سواء كان ذلك بخصوص المحتوى الفلسطيني أو بخصوص أي أمر يتعلق بالعمل الموسوع في وكيبيديا فأمنياتي لكم بالتوفيق دائما وأبدا شكرا لك شكرا لك سيدة ميرفت على هذه الكلمات الجميلة شكرا على دعمك لنا ولدعمك للقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا جميعا شكرا على روح التطوع التي تتحلينا بها وشكرا على كلمة قلتها في البداية قلت أنا لا أستغني عن ويكيبيديا ولا يمكنني أن أتخلف عن عن الدخول إليها كل يوم سيد فرح ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا أولا أود أن أشكركم على الاستضافة وهذا من دواعي الاعتزاز في أن أكون أنا وزميلتي برفت ضيوف في الحلقة الأولى من هذا الموسم من ويكي بودكاست وأتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع الرائع بالفعل لتسليط الضوء على مواضيع مختلفة وشكرا لكم لاختيار هذا الموضوع المهم والآني بالحقيقة لأن القضية الفلسطينية هي الآن وفي أمس الحاجة لأن تكون الحديث الأول للبشرية فأعتقد أن تسليط الضوء على دور ويكي بيديا أيضا في هذا في دعم القضية ودعم الرواية الفلسطينية مهم جدا وأدعو الجميع إلى قراءة ويكي بيديا والكتابة فيها وأشكركم مرة أخرى شكرا لك سيد فرح على هذه الكلمة الجميلة شكرا لك على 18 سنة من التطوع ومن التحرير ومن الدفاع عن القضية الفلسطينية وشكرا لدعمك لنا خصوصا على كلمتك الجميلة في حق البرنامج شكرا لك سيدة ميرفت مرة أخرى شكرا لكل من استمع إلينا ووصل إلى نهاية الحلقة كنتم مع الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات شاركوا الحلقة مع أصدقائكم أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة شكرا لكم ونلقاكم في حلقة قادمة مع ضيوف جدد وموضوع جديد من ويكي بودكاست شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة